موسيقى السلام حبيباتي السلام بحبوباتي السلام كرمي الله إن شاء الله دائما تكونوا بخير وعلى خير و بطاقة إيجابية إذا لم ترى الفيديو اليوم كما نشتوف عنوان هي ماغوتين كابيلغ كيفية العناية بالشعر كمنا نعلم بأن الشعر هو زينة الماء لذلك لازمت له عناية لازمت له محافظة لازم نعرف كيف نتعامل معه لأنه يجب تقص فينا وإذا غلطنا فيه غلطة شوية سيفزلنا الشعر أو سيفشعنا يعني الشعر يهو الذي يبشك يهو الذي يبهيك إذا كنتون لم تروني لا تنسوا وشعروا الاشتراك تحتاج إلى هذا الفيديو ثاني تضغطوني لازم لايك لكي تدعموني وعلى هذه الجرس الصغير لكي تأتيكم نوتيفكاس لكي يصير كرمي الله دائرة فيديو جديدة هذا يبدو الفيديو سوف نتضيف لكم نبدأ أولا على المراحل كيف كان شعري أنا من قبل ونبدأ كيفاش 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 أنا كامل اللي يعرفوني بكي كود صغيرة لابد لهم بالشعري كان أجكس أجكس يعني تنحو منه شوية تخطر به المعنى النورمال ما إذا كنت تروني في الفيديو لابد لها بهذا الشيء بسك ماشي هي السبة ديالي ولا أنا شعري كان بزاف يتبوكله بكري كان يجي بوكله كان يجي شباب كيفاش تحافظ لي على فهم كان يجي كان يجي كان يجي ولي في صدل الشعر من بعد ذلك بديت نكبر شوية بشوية في المرحلة 6 10 8 عدت كيف أنا شعري فمن ثم بديت نعتني بي أو بديت العناية بالشعر التالي أول حاجة بيها أنا التجأت إلى الزيوت بديت ندير الزيت الشعري نستخدم أي شعر يعني ما كانش ما كنتش بديت بيه ما بديتش ديالك ندير شعر خاص والله التجأت بارك للحمام الزيوت يعني كنت ندير الزيوت وكنت ندير على الله يعني أي زيت زيتون ولا أي زيت يجي قدامي ندير وخلاص بديت شوية تحسن شعر تعي إلى أن بديت نقرأ نقرأ في جوجل نجرب خلطات هذه النتيجة اللي رأي فيه شعري ديالك شعري تحسن باقب كيش 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 ما زالوا بوكلي يعني ماشي من بوكلي هرح يرطب بسلسل ما بطريقة صحية يعني بوكلي طريقة صحية ما عنديش لي فوقش هادو كلها سيجوش بوكلي هكا يكون شباب نبدأ لكم بطريقة الصحيحة التي نديرها أنا درق 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 نبدأ لكم أول حاجة قبل الاستحمام قبل الاستحمام أول حاجة نديرها هي نسلك شعري تسلكت على الشعر ما يكونش داخل الدوش يكون قبل يعني وهو شعركم ناشف نحكم هاداك المشطة نمشط به شعري سوطول البشرة اللي عندهم الفروة الدهنية هاداك الزيت اللي يكلقوا الشعر هاداك بزاف ملاح هاداك بزاف ملاح هاداك مشطو به شعركم هكا هبطوا على كامل الشعر من بعدها نبدأ ندير أزود أول زيت نستخدمه نستخدم زيت الخروع ونضعه في الفروة الدهنية ونصيحة بالنسبة لأي زيت تشروه اقرأوا الانجريديون كي تجدون بمكونات غير واحد او زيت مكونات اعرفوه بمكونات هاداك الحاجة 100% ناتورال ديجا انجريديون واحد اعرفوه بمكونات اذا قرأتوا بمكونات او لا تجدون بزاف مكونات اعرفوه بمكونات نأخذ زيت الخروع الدهنية انا هادا شيتو من منو بخي 100% ناتورال لتجدون بمكونات او نأخذ شوية هذا ونبدأ نغلغل الفروة الرأس ونضعها عن طريق الدهنية نأخذ شوية ونبدأ ندلك الفروة الرأس تشروه وزيت الخروع دائما تقصوني اذا نشوف زيت الخروع لا يأتي بزاف تقيل وهذا هو اللي يكون 100% ناتورال زيت الخروع يأتي بزاف تقيل وكتحطوه في نيتكم بالسيف لا يتدمج لانه هذا هو الناتورال من بعدها نأخذ مراهات ثانية شوية في يدي زيت شجرة الشاي اللي جاي كم من هاكدا لذلك زيت شجرة الشاي لماذا نديره؟ بنا بزيت الخروع ينمي الشعار يحبس الساقط الشعار ونأخذ زيت شجرة الشاي لماذا يحبس الساقط أنا نخاف من الساقط لذلك نديره باش نحمي شعري من الفروة الرقستي شعري من البكتيريا من التساقط من الاخيريين لماذا ندير عليه بالزات كيف نحن ندير لكم عليه وحده في فيديو ان شاء الله كيف ناخده في يدي ونبدأ نحك الفروة الرقستي تخيط خبيان بالدلك 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 نخلط هدوم الزيتين مع بعض من بعد بالنسبة للأطراف نأخذ الكوكونا ندوبها شوية بس كانت تاقي هذه جاني حطتها في امبوت الشعار ندوبها شوية ونحطها في كامل يدين تاقي لذلك نديرها ونحطها في كامل يد تاقي ونحط في شعري ملتحت نعم نغمسه تخيط خبيان ونحطها في جوز الهند يرتب الشعر ويقويه فور 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 لذلك نأخذ شوية منه ونحطه في الجذور من تحتها تخيط به هكذا من تحتها ومن بعدها نغلب شعري بهذه البلاستيكة ندوله هكذا ونغلب شعري بهذه البلاستيكة قبل أن نمر للطريقة الأخرى التي نديرها أحياناً لا نحب كامل نديرها تزوري إذا كنت نغسل شعريت الخطرات في سمانة أو خطرات في سمانة هذه الخطرات ندير فيها حمام زيود كامل مع بعضه ونغسل شعرتائي وأحياناً لا نديرها كامل يعني ليس في كل غسلة أن ندير هذا الزيود يقول لك إذا زاد الشيء عن حده نقلبه إلا ضده لذلك لا نكتر بزاف حمام زيود خطرة واحدة ندير هذا الزيود كامل الخطرة الثالثة نحكم فقط زيت الأرجان هاولك كيف تجاي نحكم زيت الأرجان ونضغطه غير روها في شعرتائي ما اي شيء كامل شعري لأنه أصلاً في غير قطرة نحكم غير شوية نضغطه خطرية غير جدور غير غير الأيوان ونضغطه خطرية ونضغطه من دا فقط نضغطه غير روّها في شعرتائي ونضغطه الأرجان فاوته لا تحصى ولا تعد لذلك نستخدمه لكي يتميلي شعر تاعي لكي يقويهولي لكي يجعلهولي مجاعد بصحوية طريقة صحية جدا كما قلت لكم نغلب شعر تاعي ومن بعدها نأخذ السشواخ كنغلب شعرين نأخذوا من بعدها السشواخ ننحلوا المشطع تاعه أكيس ونشعله في درجة قلو واحد ولا غير اثنين ونبدأ لكي نسخن هذه البلاستيكة لا نسخنها بزعف يعني غير شوية نسخنها غير شوية 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 ومن بعدها ندخل ندوش كنطريقة أخرى بالنسبة للناس لم يحبوش يسخنوه يعني هكا بسشوار خلطوا هذو كذويت اللي استخدمتهم أنا في المرة الأولى سخنوه معكا شوية في الميكروان ومن بعد أضعهم في شعركم يتسمى الزيت يولي شوية سخون والاتانية ومن ثم قد يدخلوا في هذه البلاستيكة تدخلوا تدوشوا لانتبادوا في شعركم لا تبدووا بالجسم في هذه البلاستيكة ستسخنلكم هذه البلاستيكة لذلك تفيدكم للشعر حمام الزيت معناها حمام يعني حاجة سخونة وين الزيت تقدر تخدم خدمتها الفايدة لا تشاهد في الوقت الفايدة في كيف تستخدموا هذه الزيت لذلك من قبل الاستحمام نمر إلى الدوش في الاستحمام كنت نتوقس يبغساني الدماء في الاستحمام انا نحصل الشعر بماء اتياد يعني ماشي ذك سخون 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 وني حرق لي شعري وماشي بارد باش نلقا كما نتوقع غير ماء هكذا بين و بين و اول حاجة نحب نخسل بها شعري مما عنديش تساقط شعر ماء نحب بزاف نستخدم هاد اند شولدرز هو الاول علش بس نحسب الانتعاش يعني كين نحسب ذلك الانتعاش وراحولو هكذا زويد في شعري نفرح باش على نحكم شامبوان تاع هاد اند شولدرز نحن عندي هذا تاع السيدخون تعني عنا عددك يحرق لي في شعري نموت لهذه اللقطة نخسل بشعري مرة واحدة هكا نغلغل شعري بيا اصلا دائما في الغسلة الأولى الشعر لا تجد فيه رغوة بزاف وكما عمرته في زيت اذا احترى الغسلة الثانية و الثالثة باش تشوفوا الرغوة اذا انا نفر لها بكين دير هذا مجدينش هذه الرغوة بزاف نغسله المهم نحسب الانتعاش ومن بعدها نغسل شعري بالنسبة للشامبوان عندي دو شامبوان نضلكم عليهم لأجبوني هذه اليامات الأخيرة بل بزاف عندي اللوغل هذا تعليو بيتي مارسي وعندي هذا تعقيني جيب خوي لذلك هذا كملته خلاص نبقى شفيه وهذا رح ابس نايا وقريب يكملي هذا تعليو بيتي مارسي مخدوم بالكاريته مع الميل رحته دجا هو خلاص حبت نرميح تنربي الفيديو رحته دجا على السيلة هذا أولي مني من بزاف لذا انا شاريت لشوف السك اللي حسيت به هذا الشامبوان هو شعري ميزي تليش لذلك أنا شعري كمالا بتاعي ميكسد خطرة ينشفلي خطرة يزيتلي لذلك كيف نستخدم هذا نحس شعري نشفلي بالبزاف ونحس شعري زيتلي بالبزاف لذلك يقعد لي في المليحة هذا أكيد نحن عاود نشريه لذلك عجبني بالبزاف أنا رجي فخوي شريته لذلك أنا نحب نبدي شامبوان من شهر لشهر يعني من خليش شهر واحد كما قلت لكم لازم تبتلو الشامبو خطرة بالشعر كم يتنفس شوية يعني كنت تقعدوا في حاجة وحدة شعر كم رح ينضر ماذا بيكم خطرة خطرة بدلو لذلك حبيت نجرب هذا لذلك هذا لشهر بوكلة كما تريد شهر بوكلة هذا نخدم بالكوكو وبرد كاريته كيف كيف هذا بيو هذا يجبني بالبزاف ولكن الحاجة اللي ما عجبتنيش فيه سيكو ما يديرش الرغوة بالبزاف يعني تحسو دارين زبدة في شعاركم يدير رغوة مما شديك الرغوة رغوة رغوة وين هكا تتمتعوه وتما تحكو هذا ما يديرش الرغوة بالبزاف ببزاف مليح لذلك انا شاركت معه السيروم اللي ننظر عليه من بعدها ولمني هايل نحس شعر يقول لكم بوكلة بطريقة صحية ثانية ويعطي المع بزاف شباب للشعر طريقة الغسل ثانية تأتي بطريقة الدلك يعني تدلكوا شعركم وتدلكوا الفروة على رأس ساعكم نحو هذا الزيت ملتحته هذا هم احسن يعجبوني بالبزاف انا اجرب ثانية تأتي تأتي اللوز يجب ان يأتي مهم البوتيات جربت اخرى لذلك جربت الصبغة بالنسبة لي من المصبغة كنت استخدم لذلك لذلك شعري كان مصبغة قطعت شعري لم أقطعت الجهال سوف تستخدم شباب صورة نعمها لأنني أخاف على شعري يعني تعلمت من الماضي بعد ذلك نغسل بالشامبون نأخذ لابخي شامبون كيف كيف من عند الماركة المترجم هو تالي لشوف الساك و نضعه شوية هكذا نضعها كشوية نضعها كشوية في يدي و لمدة فقط 1 منت قسمة نضعها في شعري و نضعه نضعها كشوية نضعها كشوية و نضعها في الشعر و بعد ذلك نقوم باستخدام و نضعها نضعها حقًا نضعها معها شامبون و الصغير و كثيرا و كيف تضعه كل الأشعر لشوف غريب والشوف كما هذا الساكي كما هذا المهم كنا بزاف نأخذ غير شوية الماسك هذا في اليد ونحطه في كامل شعر تائي سخته من تحت وبعدها نعود نغلفه بهذه ونخليه ونروح بالجسم تائي ثم نغسل شعري غسلة أخيرة ونخرج من الدوش ثم نذهب إلى بعد الاستحمام بعد الاستحمام نأخذ شعري كما تكون كوتون يعني لا تكون حرشة يعني تكون بزاف بزاف رطبة وين شعري يقدر ينشف فيها ويشرب كامل هذا كل ما لا نقوم كامل بهذه العمليات ونأخذ شعري ونأخذ غير فوق راسي ونخرج من الدوش ثم نأخذ شعري ثم ننشف ثم ننشف ثم نسيب شعري ونحاول نخفه لأنه تبلل بالذي لا أشعر لك ما هو سيكون معقود ونحاول نحل ونأخذ السيرام وتعلي ومعقود لأنه تبلل ثم نحاول كامل هذه جهازات لا أشعر في الحرج كما قلت لكم انا تعجبني البوتائه وقوم بحث ثم نترجم بحث ومعقود لا ترجم كيف تخرب انا تعجبني ايدي كتاعة المهم اذا 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 كنت جاهدت لكم اذا نضعه قليلا في الدي ديجا رحته غير كوكونا رحته تهبل نأخذ هكا في الدي غير شوية قطرة اذا اذا اردت ان نضعه غير قطرة لأنه كثير منه يزيت لشعري يزيت ويزيتوها نأخذ غير قطرة ونضعها ثلاث خبية في الدي ونضعه لذلك نضعه نضعه ندخل في شعري غير هكذا وهو جهة الفوق بهذه الطريقة اعتقد انكم فهمتوني من بعده نبدأ ننشف الشعر نأخذ لي كراب لذلك ساعات نحب نشبط شعري جدا لذلك ساعات غير نشفه كيف من هكذا لذلك سا في مدة لذلك نحب نستخدم بزاف السيشواء قلت نستخدم هذا الذي جاء كلبه بقي لذلك نأجبني من هذا لأن الحرارة محدودة يعني نحب تحرق شعري ليس لتحذره بعيدة على شعري الحرارة توجد هنا وغير تخرج لفوق يعني نحب 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 ونشعر على الشعرتين من السيشواء ونلصقه في الشعره لذلك يستخدم غير هذه الأنواع من السيشوارات لذلك بالنسبة لهذا ما يعلميش بزاف لأنه المشتطيع وتجرح الشعر ما هذا تعجبني لأنه المشتطيع رقيقة وتروح مع الشعر يعني ماشي تدلي تساقط الشعر ولا شعري كامل يتساقط وبالنسبة بعد ما نخش مدوش نشف شعري تخيط خبيان ندير السيرام قبل ما كنت ندير هذا تقيني سأستخدم هاد لدو تأسيان كنت ما ندير هذا بكثاف وهذا كنت ساعت نحب نديرو كي نخسل دوزيام فواف لاشوامان غير كي نشوف شعري هذا جاي على شكل موس ولا كخام جاي على شكل كخام كما هاكدا نحطها غير هاد القطرة اللي ترتها نحطها غير هاكدا شوية فيه دي ونبدأ نفس الطريقة ونشوف شعري وهادي بزاف هايلة لساكنين هنا ولا اللي يقدرو يشيروا العمق السياميش كامل غالية هاد لامق هادي ننصحكم بها بزاف هايلة اسمها كامل كرام دوزين هايلة اه كامل جمع م 해서 اه ها استمتزل وهاكك كامل دوش شعريت ولي فيه لمعه بزاف شابه نحصور حي خفيفة انا ساعة ساعة من شهرين لشهر او هكذا نحب نقص الطرف الشعرتائي او سيجوز ندورهم هكذا ونحرقهم شوية بشي نحاول ليفوقش بان ليفوقش ماينوضوش يعني من شهر بشهر او غير اذا كنتوا تجيبو شعاركم بزهر بالسيشواء او لا يحرقوه لكم من سينوعدا تستخدمو هاد نوع من السيشواء لما يحرقو لكم شعار شعارتاكم بزهر قولوا الى شهرين الى شهرين ودخرين هكذا نحو شوية تقصف شعار نحو شوية لفوقش اذا بنا بنا حبيباتي كانت تديرا فيديونا لنهار اليوم وردت لكم البردوين نستخدم فيهم هاد اليامات منها اينار جيفروي السيان هاد انتشولدرز زيت الخروع زيت شجرة الشاي وزيت الارغان وكيفاش نقوم بتشفيف الشعرتائي وكيفاش نمشطو الى اخره اذا اشترا هذا الفيديو فاتكم مع قناة نقول لكم تلولي في رواحكم نتلاقا في فيديو واحد اخر ان شاء الله باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة